إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا أغرب تسع مخلوقات على الأرض العالم مليء بالمخلوقات الغريبة وأحيانا مخيفة منها ماهو معروف والكثير منها غير معروف ومع ذلك فإن كل منها يؤدي غرضا خلقه الله من أجله فهذه الحيوانات الغريبة هي رائعة في حد ذاتها تجعلنا نرى عجائب قدرة الله وابداعه في خلقه واليوم نعرض عليكم أغرب تسع مخلوقات على وجه الأرض ربما لم تسمع بها من قبل أو تراها ولكنها موجودة معنا على نفس الكوكب واحد السلمندر الصيني العملاق شينيزي جيانت سلامندر السلمندر حيوان برمائي يعيش في الماء وعلى اليابسة وهو من رتبة البرمائيات المذنبة يتراوح طوله من عدة سنتيمترات إلى متر ونصف له أربعة أرجل أطراف أمامية وخلفية متساوية في الطول وذيل طويل وأكبر أنواع السلمندر هو السلمندر الصيني العملاق حيث يصل طوله إلى أكثر من مئة وعشرون سنتيمتر ووزنه إلى أربعون كيلو جرام اثنان سرطان جوز الهند العملاق جيانت كوكو نيوت كراب سرطان جوز الهند واحد من أكبر المفصليات الأرضية يصل طوله إلى ثنان وثلاثون سنتيمتر ووزنه إلى أربع كيلو جرام وتمتد الصاق لحوالي تسعون سنتيمتر ويمكن أن يعيش حوالي ثلاثون سنة وتختلف ألوانه من جزيرة إلى أخرى هذا الكائن البحري يتغذى على ثمرة جوز الهند حيث يستطيع تسلق الاشجار للحصول على الثمرة ثم كسرها بواسطة مخالبه القوية والتهام محتوياتها اللذيذة ثلاثة أرنب الأنجورة أنغورة ربيت يتميز هذا الأرنب بانتشار الفرو على كل الجسد وعلى الأذنين ما عدى الفم والأنف وما فوقه وكذلك القدمين الأماميتين وهو ذا جسد عريض يتميز فروه بالكثافة الشديدة والخشونة وهو أرنب لطيف جدا وهو أصغر السلالات بين السلالات الأربعة المعترف بها من قبل وهو الأكثر شيوعا بين المربين لما يتميز به من شكل مميز خصوصا عند الأنف والفم حيث يشابه الدببة المحشوة وصغار الكلاب اللطيفة تزن أرنب الأنجورة الإنجليزية بين 2.0 إلى 3.5 كيلو جرام 4. سلحفة كانتور الملساء العملاقة كانتورز جايانت سوفت شيل الترتل سلحفة كانتور العملاقة ذات الصدفة الليينة هي سلحفات تعيش في الرمال وفي المياه العذبة في الهند وبورما وتيلند وماليسيا وكومبوديا والصين وسنغافورة والفلبينة واندونيسيا دول شرق أسيا يصل طول هلامترين تتميز بحجم رأسها الكبير وعينيها القريبتين من أنفها وصدفتها الليينة التي تميزها عن باقي الأنواع تعيش السلحفات 95% من حياتها ثابتة في مكانها ومدفونة فالرمال بالكامل مع عدا عينيها وفمها حيث تخرج مرتين في اليوم للتنفس وتعود مرة أخر للرمال خمسة حيوان الخلد نجمي الأنفستار نوزيد مول هو مخلوق عنيد قادر على تحمل البرد القارس وحياة الجحور بسهولة فهو يعيش في الجليد يتواجد في كندا والساحل الشرقي للولايات المتحدة إنه يفضل اتباع نظام غذائي عالي البروتين من المحار والقواقع والقوارد الصغيرة والرخويات والديدان أنه ليس مخلوق كبير جدا فهو بحجم اليد تقريبا لا يتعدى وزنه خمسون جراما فقط وهو وزن يعادل ضعف وزن الفأر وهي حيوانات عمياء ليس لديها أعين وإنما لها أنف على شكل نجمة وردية اللون تبرز للأمام وتتكون من اثنان وعشرون طرفا تخصصت في اللمس لتعرف على الغذاء بطريقة مذهلة ستة السمك المتسلق كليم بينفش انبهر العلماء عند اكتشاف السمك المتسلق الذي له أيدي يستطيع هذا النوع من الإسماك تسلق الصخور ولا شجار والجدران بمهارة حيث يعثر على غذائه بسهولة عن طريق التهام الحشرات وهو لا يموت بعد ذلك بل يرجع إلى الماء وهو أكثر صحة وأشد قوة من قبل لما يتغذى به من الحشرات سبعة السمك الصياد أنجلر فيش السمك الصياد يصيد أنواع من السمك بواسطة خيوط تمتد من ظهره وتعمل هذه الخيوط كصمانير لاستياد الأسماك ففي نهاية الخيط الأول قطعة من الجلد اللامع تستخدم كطعم فعندما تحرك السمكة الصيادة هذه القطعة فإنها تغري الأسماك الأخرى للسباحة باتجاه فمها يصل طول السمكة الصيادة إلى حوالي متر ونصف المتر ويمكن لفمها الضخم ومعادتها المارينة ابتلع أسماك بحجمها ثمانية سمك الكانديرو كانديرو سمك الكانديرو يعتبرها البعض أخطر أنواع أسماك الأمازونة وهي سمكة صغيرة جدا لا تتجاوز في أقصى حالاتها الاربعين سنتيمتر بل هي أقصر من ذلك بكثير بحيث لا يمكن رؤيتها في الماء تعرف بميلها للدخول في مجرى البول عند الإنسان والتطفل عليه والمعروف أنها تدخل مجرى البول عند الذكور بعد حدوث عملية التبول فهي تنجذب للمنطقة التي يحدث بها اضطراب بسبب التبول بعض المصادر ذكرت أنه تم العثور على عدد من الجثث في الأمازون وبداخلها المئات من سمك الكانديرو وقد رجحت أن تكون تلك الجثث لأشخاص أحياء أصبحوا عاجزين بعد دخول السمكة لأجسادهم وفتكها بهم 9- سمك الجريث حجفش هذه السمكة تعيش في المحيط الهادي ولها طريقة دفاع غريبة بعض الشيء في حال تعرضها لهجوم ما فانها تفرز مادة جلاتينية من المسامات الموجودة على جسمها وهذه المادة تغلف العدو بكتلة جلاتينية تتسبب في خنقه بحيث أن كمية بسيطة من هذه المادة مع الماء تشكل كمية لا بأس بها من المادة الجلاتينية إن هذه السمكة لسوء الحظ قد تقع ضحية دفاعها ولكنها تقوم ببرم نفسها وتشكيل عقد على طول جسمها في سبيل التخلص من المادة الجلاتينية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة